اصدرت حكومة نظام الأسد قرارا بفسخ جميع العقود المبرمة مع الشركة المستثمرة للأسواق الحرة في البلاد وهي شركة تابعة لرجل الأعمار رامي مخلوف ابن خار رأس النظام بشار الأسد جاء ذلك بعد أن وضع النظام يده على سريتين كبرى شركات رامي مخلوف المزيد في هذا التقرير أهلا وسهلا النظام يضيق الخناق أكثر على ابن خالي بشار الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة نظام الأسد تخاصر مخلوف من بوابة الأسواق الحرة وتغلق في وجهه كل المنافذ البرية والجوية والبحرية جاء ذلك عبر قرار مفاجئ للمؤسسة العامة للمناطق الحرة فسخت بموجبه كل العقود مع مستثمر الأسواق الحرة في البلاد والمستثمر هو سوريا للأسواق الحرة إحدى أذرع شركة راماك التي يملكها رامي مخلوف قرار حكومة النظام ذو الرقم 526 برر فسخ العقود وملحقاتها مع شركة مخلوف بأنه ثبت تورط مستثمر الأسواق الحرة بتهريب البضائع والأموال وعليه قررت فسخ العقود كما تضمن القرار إنهاء تعاقد جمارك النظام مع شركة مخلوف وتسليمها جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة ولكن بعد تسديد ما يترتب عليه من ضرائب خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ فسخ العقود وإلا ستصادر حكومة النظام كل ما فيها من بضائع مبرر الفسخ واكتشاف التهريب جاء بعد استثمار مخلوف الأسواق الحرة لأكثر من عشر سنوات سنوات طويلة سيطر فيها ابن خالي بشار على تلك الأسواق في كل المنافذ الحدودية وهي معبر جديد يابوس مع لبنان ومركز نصيب الحدودي مع الأردن وأيضاً مرفأ اللاذقية ومرفأ محافظة طرطوس إضافة إلى مطار دمشق ومطار حلب ومطار اللاذقية تشير الخطوة المفاجئة إلى أن لا تسوي بين النظام ورامي مخلوف على خلفية وضع اليد على شركة سيريا تيل ومطالبة رامي بدفع ضرائب بلغت 134 مليار لير سوريا رقم وافق مخلوف على دفعه بالتقسيط على مضض وخرج إلى العلن أكثر من مرة عبر الفيسبوك متحدثاً عن أثرياء حرب وقوى خفية تريد النيل منه وفي آخر منشور له قبل شهر توعد خصومه بزلزال وذهول ورد إلهي حتى جاء القرار بمحاصرته عبر الأسواق الحرة أسواق فقدت قيمتها مع سريان عقوبات قانون قيصر ويبدو أن القرار جاء رسالة بأن لا تسوية وأن مخلوف بات خارج المشهد بعد أن هيمن على الاقتصاد بلا منافس ودون أي منازع لأنه صارت لا تطاق وصارت لا تحتمال ليه نقاش ينضم إلينا من تورونتو من كندا الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا الدكتور أسامة القاضي وينضم إلينا أيضاً من موسكو العالمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف نساء الخير لكم دكتور أسامة أبدأ من عندك ماذا يعني رفع يد رامي مخلوف عن السوق الحرة بحسب المعنيين في السوق الحرة المعنيين تابعين للنظام فإن رامي مخلوف متورد في عمليات تهريب للأموال وتهريب للبضائع هي عزيزي إعادة استحواذ الأسد لكل ما يملكه رامي مخلوف وهو التمكن من شريك الأمس رامي مخلوف وهذا يثبت ما قلناه أكثر مرة أن الأسد يريد منظومة رامي مخلوف كلها وليس المسألة لشركة سيريا تيل الأسد أم روسيا دكتور أسامة برأيك الآن إذا كانت الأوامر على الأغلب هي روسية لأن المناطق الحرة في المرافق ووضعت الروس ووضع الروس يدهم على معظم المرافق السورية فمن باب أولى أن يستليم كل شيء فيها الأسواق التي كانت بابا من أبواب إدخال البضائع الأجنبية وبدون ضرائب وتهريب الجديد بالذكر أن الدولة لم تعرف أن هناك تهريب إلا بعد عشر أو عشرين سنة من عقاد هذه العقود الحقيقة هو إدانة للنظام الذي كنا كل مرة نقول هناك في فساد ورامي مخلوف مستلم الأسواق الحرة كل الموالين يكذبوا هذه المسألة هذه الحقيقة رسالة جيدة للسوريين الآن الذين يعانون الأمرين معيشيا ليروا كيف أن الفساد هو سبب فقرهم وليس أي شيء آخر لا سيزر ولا عقوبات المشكلة أن الدخول التي أضاعها رامي مخلوف والأسد خلال عشرين عاما هائلة جدا بالعادة الأسواق الحرة تدخل ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة من ناتج دخل القومي يعني نحن لا نقبل بأقل من واحد إلى ثلاثة أربع مليار دولار سنويا من تلك الأسواق الحرة التي أضعناها الآن في تهريب من هنا ودخل من هناك المسألة الأسوأ لو سمحت لي هو الخمسة آلاف وأكثر عامل الموجودين في الأسواق الحرة لا يعرفوا ما مصيرهم سيضافوا للأسف إلى معدلات البطالة المرتفعة أكثر من 80-85% من سوريا لا يوجد أحد يكترث لهؤلاء هناك تصفية خلافات تصفية حسابات بين الشركاء والشعب السوري والعامل السوري هو آخر من يفكر فيه النظام السوري للأسف نعم الدكتور نصر ما علاقة روسيا يقال والقول هنا على ذمة فراثة طلاص أن موسكو تدخلت كوسيط لحل الخلاف بين رامي مخلوف من جهة وبشار الأسد من جهة أخرى نتيجة الوساطة جاءت أن تم الاتفاق على ذهاب جزء من ثروة رامي مخلوف لسداد ديون بيت الأسد لروسيا وتوزع الباقي على آل مخلوف وآل الأسد مقابل مغادرة مخلوف البلاد ربما إلى روسيا كون هناك استثمارات في موسكو سيتي بحسب منظمة جلوبال ويتنيس للصحافة الاستقصائية ما رأيك هنا وكيف تابعت القضية دكتور نصر؟ مساء الخير لك والدكتور أسامة والأستاذ المشاهدين أنا أعتقد روسيا لن تنشغل بهذه الجزئيات روسيا مشغولة بالاستحواذ على سوريا كاملة وبالتالي الخلاف بين رامي وبشار لقاء ثلاث مليارات أو ما أعرف أقل من ذلك بكثير أمور جزئية حتى ولو كان رامي مخلوف يملك 60% من الاقتصاد السوري ألا يهم ذلك روسيا كونها تسارع الخطأ اليوم لتحقيق زيدا من المكاسب الاقتصادية وتهيئ نفسها لأي سيناريو قادم قد يكون انهيار من داخل النظام نفسه دكتور نصر هذا ما أردت القولة نحن نعرف أن كل شيء بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية متعلقة برأس النظام فعندما يتخذ قرار من قبل روسيا بالتنازل أو بيبا بشار فيجب أن ترتب البيت الداخلي السوري وهذا الأمر نحن نعرف أن الخلافات أنا أريد أن ربما سر أو إلى آخر عندي صديق مقرب جدا من الدائرة الضيقة مطلع جدا على ما يدخل في هذه الأمور قال أن أحدا ما وشاء إلى أسماء الأسد أن هناك عملية تلعب أن يلعب بذوله يعني رامي يلعب بذوله من وراء بشار وهذا كان في أكتوبر في سبتمبر السنة الماضية يعني أيلول تشرين أول السنة الماضية ومن ذلك الحين بدأت الخلافات تطفو على السطح فقيل أنه استغل الكثير من المنافذ ومنها علاقته الجمركية من خلال رماك مع الجمارك السورية فكان يخرج بالمليارات ربما بالملايين يخرج إلى الخارج دون علم رأس النظام وعندما حوصر لأن يدفع 3 مليارات دولارات كل العالم عرف بهذه الحادثة طلب منه فدعى أنه لا يملك سيولة دولارات خاصة وأن هناك حصار على البنوك اللبنانية وأموالهم مجمدة في الغربية هناك غضب وبدأ أخذوا الكمبيوترات أول شيء أخذوا الكمبيوترات إذا بتذكروا هذا دليل على أن هذه المعلومات دقيقة فوجدوا كميات هائلة من التهريب ويأتي فسخ العقود والاستيلاء على راماك الأسواق الحرة أعتقد إذا ربطنا هذه الأمور مجتمعة وجدنا أن هناك شيء منطقي لأنه حتى في قرار وزارة الاقتصاد قال أن هذه الشركة استخدمت لتهريب الأموال إلى الخارج وإدخال بدون أي ضرائب جمركية لأنه كان تعرف يستطيع أن يسيطر على الجمارك متغطيا بقربه من بشار الأساق باختصار دكتور نصر باختصار شديد هل تستقبله روسيا برأيك؟ هل تستقبله روسيا لرامي مخلوف برأيك كونها تحتوي المشكلة؟ أمنك لا تؤمن بنظرية في راسطلاس كلها أصلاً؟ لا هذا النظرية ما طلعت عليها لكن أعرف أن روسيا أول شيء محمد مخلوف موجود في موسكو أخوه حافظ موجود في موسكو وهناك علاقات طيبة جداً واشتروا أملاك كبيرة جداً في مناطق سان بيترسبورغ وفي بلاروسيا أيضاً وهذا يرجح أنه بآل مخلوف يعني عملوا الموقع التبادلي هذه المنطقة لأنهم أصلاً لا يستطيعون إلى مكان آخر لا أعتقد أن بريطانيا أو فرنسا أو أي من الدول المتحضرة يمكن أن تستقبل وفق المنطق يمكن أن تستقبلهم موسكو دكتور أسامة ما أهمية السوق الحرى؟ نعم لكل سورة نعم دكتور أسامة ما أهمية السوق الحرى بالنسبة لأصحاب المال في دمشق وفي سوريا بشكل عام وكيف تنظر إليها روسيا اليوم وعشرين سنة كاملين كان رامي مخلوف من يستحبذ عليها؟ كان هناك احتكار واضح لمناطق الأسواق الحرة الحقيقة حتى تكتمل الصورة لا يوجد أسواق حرة مزدهرة بدون مطارات مزدهرة لكن نحن الحقيقة أن المؤسسة العربية للطيران مؤسسة مهترئة لديها تسع طائرات تصور عزيزي أننا نحن عام 1957 كان لدينا أربع طائرات وبعد 62 سنة لدينا تسع طائرات وطبعا ستة منها بالكاد يعمل حتى أن هناك كان بعض العقود مع شراء طيران روسي وفشلت هذه العقود لا يوجد لدينا الحقيقة تركيبة جيدة تستطيع الاستثمار من خلاله وتدر الربح الكبير على سبيل المسال مطار دبي بس السوق الحرة لوحده دخلت 1.2 مليار دولار ويعمل فيها حوال أكثر من 6 ألاف شخص فقط في مطار دبي وليس في تسع مناطق حرة بما فيها المرافق هو الحقيقة مورد مالي كبير جدا كان يستخدم من أجل تكريس النظام وضع يده على كل المداخل إدخال المال وسوى المال والدخان وسوى الدخان وكل أشكال التهريب لا يوجد أحد يستطيع أن يوقف المخلوف والأسد من إدخال أي شيء وأخرج أي شيء سواء من الموانئ أو من المطارات سواء كان مدنيا أو عسكريا سواء كان تهريب أو غير تهريب بضايا أجنبية مسموح بها غير مسموح بها هو الحقيقة كانت تشكل عبء على الاقتصاد السوري بدل أن تدر دخل له بأكثر من مليار إلى مليارين دولار موازنة عزيزي موازنة السورية اليوم التي هي 4 تريليون ليرا سوري هي قيمتها اليوم 1.5 مليار دولار تصور أنت من السوق الحرة تستطيع إدخال 1.5 مليار دولار لكن المسألة هو سوء الإدارة واحتكار الاقتصاد السوري لعائلة ضيقة جدا 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 بطريقة أنت تجفف الضرع السوري إلى آخر حب للأسف نعم هل تويت صفحة رامي مخلوف دكتور أسامة برأيك بنصف دقيقة أنا أعتقد رامي مخلوف كمنظومة انتهى نهائيا ونحن ما نشهده هو تداعيات وأنا من أول لحظة بدأت رامي مخلوف قلت هذا الكلام المسألة تحتاج إلى إعادة تشكيل المنظومة كاملا بما فيها سوريا القابضة ودمشق القابضة وكل رجال الأعمال المحيطين برامي مخلوف يجب أن يقفزوا من هذا القابض وهم قفزوا وهو السبب الرئيسي لانهيار العمل نحن وجدنا منذ قانون قيسر إلى اليوم دخوله الحيز التنفيذ نزلت سعر الليرة السورية بالعكس ارتفعت نزلت من 3000 إلى 2500 لكنها من يوم ما صدر رامي مخلوف بأول فيديو هبطت العملية من 1200 إلى 2400 ليرة سورية نعم دكتور نصر بنصف دقيقة هل تويت صفحة رامي مخلوف أم أنه سيعود للرد وستعود الليرة للإهتزاز مجددا لو بدت تنتر كانت غيمة أعتقد أنه لم يحظى بالدعم الذي كان يتأمل به من الطائفة العلوية رامي مخلوف وبالتالي أعتقد أنه خلصت أيامه ولم يبقى إلا توقيع تحت هذا الاستسلام لكي يسحبه الروس إلى ربما موسكو أو إلى بيلاروسيا يعني هبطت إمبراطورية رامي مخلوف بفعل فاعل وهو بسبب غضب الرئيس بشار الأسد علي شكرا جزيلا لك العالمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور نصر اليوسي كنت معنا من موسكو لا أنسى أن أشكر الدكتور أسامة القاضي الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا كان معنا عبر سكايب من تورونتو في كندا شكرا لك مشاهدين أشكركم على حسن أن تابعوني على سيريا دوت تيفي لكم وفريق العمل أطيب تحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة